موسيقى ضمن الجهود الوطنية في مواجهة ويروس كورونا بذلت شؤون الجمارك العديد من الجهود الهادفة لتلبية احتياجات كل العملاء والمخلصين والجمركيين وتتشين العديد من الخدمات الكترونية حفاظا على صحة وسلامة العملاء نعم طبعا بسام كل ما تقوم فيه شؤون الجمارك من إجراءات وجهود يعكس سعيها الدائم لتقديم خدمات تسهم بنسياب البضائع من مختلف المنافذ بيسر وسهولة مع المحافظة على الإجراءات والمتطلبات الأمنية اللازمة ورح نتعرف اليوم أكثر على دور شؤون الجمارك من المنفذ البحري هلونا نتابع معكم مشاهدين هذه التقرير وراجعين لكم اشتركوا في القناة 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 لتطوير الإجراءات وتسهيل وعناليات الاستيراد والتصدير ورفع كفاءة الميناء عشان يستمر كأفضل مواند أفضل مواند المنطقة لو تكلمنا عن تمديد ساعات حجز الحاويات يعني أنا أحث الأخوان تجار الكرام والمستوردين والمخلصين الجمهوريين أن يستغلون ساعات التمديد هذه الساعات المسائية في حجز وتخليص الضبايا خلال هذه الساعات الإضافية بدلا من الضغط في وقت نأس الفترة الصباحية خاصا أننا فترة الصيف الجو حار فاستغلال الفترات المسائية بدلا الضغط في الفترة الصباحية نعم الله يعطيكم الصح والعافية الرائد عبدالله الصباح الدوسري مدير إدارة جمارك المنافذ البحرية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة